المادة المظلمة الطاقة المظلمة السقوب السوداء كل دول ألغاز كونية مقدرش العلماء لحد النهاردة يكتشفوا كانها ويظهروا أسرارها كان جانب كبير من علماء الفلك مشغولين ومن فترة مش قليلة بلغز وسر بعيد عن الألغاز التلاتة الكبردول لغز المادة المفقودة في الكون مادة عادية بتظهر في قياستنا ومعدلاتنا ونظرياتنا الكونية لكن عمرنا ما رصدناها ولا نعرفها هي موجودة فين؟ والأعجب أننا عارفين محتويات المادة المفقودة دي تخيل معايا كده حاجة مفقودة بالنسبة لنا لكننا عارفينها المشكلة بقى هي فين؟ ليه هي مش بتباني في الأرصاد بتاعتنا؟ يا ترى هي موجودة فعلا؟ ولا احنا غلطانين شوية في قياستنا ليها؟ ايه هو لغز المادة المفقودة؟ اللي هي بالمناسبة لا هي المادة المظلمة ولا الطاقة المظلمة ولا لها حتى صلة بالسقوب السوداء؟ في البداية نتمنى من المولى عز وجل أن يخفف ألام أهلنا في فلسطين وغزة فالمصاب كبير فمنذ 7 أكتوبر الماضي استشهد أكتر من 8000 شخص نصهم تقريبا من الأطفال لدرجة أن الرئيس البرازيلي قال دي أول مرة نشوف حرب يقتل فيها هذا العدد الهائل من الأطفال نهيك عن الألاف من المصابين والمتضررين كل التحية والتقدير لكافة رجالات الدفاع المدني والأطباء اللي دورهم كبير جدا جدا في هذه الملحمة ونصر الله العلي القدير أن ينزل النصر والسبات والسكينة لأهل هذا البلد الذي يعاني من عشرات السنين الكون حوالينا بيتكون من ملايين إلى مليارات المجرات والمجرات بتحتوي على مليارات النجوم بمختلف أنواعها والنجوم بيلف حواليها مجموعة من الكواكب وهكذا لغاية ما نوصل للزرة يا طرق سألت نفسك قبل كده هل العلماء قدروا يرصدوا كل المادة الموجودة في الكون؟ وإزاي ممكن يقيسوا كل المادة والزرات الموجودة في الكون بتاعنا؟ وهل مع تقدم العلم وتطور أسليب الرصد المستخدمة حاليا قدرنا نعرف معلومات كافية عن كتلة الكون الشاسع حوالينا؟ الحقيقة أن الكون بيتكون من 5% من المادة العنية أو المادة البريونية وهي عبارة عن جسي مادة زرية اللي بتشكل وتكون أي زرة موجودة في الكون وحوالي 95% عبارة عن مادة مظلمة وطاقة مظلمة وللسه لحد دلوقتي العلماء مش عارفين طبيعتهم وتفسيرهم بشكل كافي رصد أقدم انفجار لموجة راديوية يوم 19 أكتوبر 2023 اتنشرت ورقة بحسية بيكشف فيها العلماء أنهم رصدوا مصدر انفجار راديوي سريع وغامض سافر 8 مليار سنة ضوئية علشان يوصل للأرض وتسمى بالاسم اللي حيظهر قدام حضرتك دلوقتي والإشارة دي نتجة عن اندماج 3 مجرات مع بعض والعلماء بيقولوا في البحث ده إن الإشارة دي حتقدر تخليهم يعرفوا ويدرسوا ويقيسوا النص المفقود من المادة في الكون إيه هو الانفجار الراديوي السريع وإزاي المجرات بتندمج وده بينتجوا عنه إيه وإيه هو النص المفقود من المادة في الكون وإيه هي مصادر الموجات الراديوية الأديمة دي وإيه هي مصادرها كل ده حنعرفه سوى بس لازم الأول نرجع نحقي القصة من بدايتها بس قبل ما نكمل حابب أذكرك بدعمي من خلال الضغط على زر الإعجاب اللي بيفرق معنا كتير والله في وصول الفيديوهات ولو أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك إنفوسفير قناة علمية مهتمة بالأساس بالمجال الفلكي والفيزياء الفلكية والفلسفات اللي بتدور حواليهم دعمك مهم لاستمرارنا ويلا نكمل لغز المادة المفقودة العلماء لما بدأوا في دراس الكون بعد الانفجار العظيم وبدأوا يحسبوا كل اللي بيرصدوه من مادة باريونية في الكون لقيوا إن المادة أقل بكتير من الحسابات النظرية واللي قدروا يرصدوه كان 50% يعني نص المادة الباريونية وتعرفت الكتلة دي بالكتلة الباريونية المفقودة وحاول العلماء لمدة 20 سنة إنهم يرصدوا الجزء المفقود من المادة ولكن فشلت محاولاتهم وأكيد هتسأل إزاي قاسوا الكتلة دي في المقام الأول علماء من جامعة كاليفورنيا سان دييجو استخدموا وقرنوا نسبة نواة الهايدروجين التقيلة يعني هايدروجين بيحتوي على نيوترون إضافي إلى الهايدروجين العادي ومن خلال النسبة دي قدروا يحسبوا الكتلة الكونية ولكن زي ما قلنا إنهم ما رصدوش إلا نص الكتلة دي فقط عن طريق إنهم عملوا إحصاء للمجرات والنجوم والغاز الموجود بداخلهم وحواليهم وهنا ممكن يبقى في تفسيرين للمشكلة دي لأن حسب قوانين الفيزياء أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم لإما المادة دي مش موجودة أو في غلط في الحسابات من الأصل أو إن المادة موجودة لكنها مختفية في مكان ما محاولات رصد المادة المفقودة وبعد دراسات وبعض عمليات المحاكاة الحاسوبية لقوا إن المادة دي ممكن تكون مختفية في بلازمة منخفضة الكسافة والبلازمة عبارة عن الحالة الرابعة من المادة وهي غاز في حالة متأينة درجة حرارته عالية جدا لدرجة تصل إلى مليون درجة وسموا الوسط ده باسم الوسط الساخن أو الدافئ بين المجرات Warm Hot Intergalactic Medium أو اختصاراً بالWHIM وإن الوسط ده بيتكون من البريونات وبيكون عبارة عن شكل شبكة ضخمة من الخيوط الغازية الموجودة بين المجرات وسموها الشبكة الكونية والحقيقة إن عشان نرصد الوسط ده محتاجين تقنيات حديثة ودي ما كانتش متوفرة وقتها لحد ما جات سنة 2007 في السنة دي قدر العالم دونكن لوري مار إنه يرصد ظاهرة نادرة جداً وهي ظاهرة التدفق الراديوي السريع الـ FRP وهي واحدة من أنظر الظواهر الكونية الموجودة وهي عبارة عن تدفق راديوي عالي الطاقة وبيمر لمدة قصيرة جداً ممكن تبقى المدة دي جزء من ألف جزء من السريع وطبعاً علشان توصل لنا الموجة دي بتقطع ملايين السنين الضوئية والسنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة بالتالي بتمر أكيد عبر المدة خلال الكون وبتمر بعملية اسمها التشتت يعني الموجة الراديوية لما بتمر خلال المدة البريونية الموجودة في الكون بيؤدي دا لتباطؤ الموجة وكل ما زاد الطول الموجي يعني كلما الموجة الراديوية تكون طالعة من مكان أبعد كلما بيزيد تأثير المدة البريونية وعشان أقرب لك الفكرة شوي تخيل معايا كده شارع فيه عربية كبيرة وعربية صغيرة الحقيقة إن العربية الكبيرة حتتأثر أكتر بمقاومة الرياح أكتر من العربية الصغيرة في نفس الكلام في الموجات الرديوية تأثير المقاومة في الموجات الرديوية صغير جدا لكن لما بتوصل لنا الموجات دي بعد ملايين أو مليارات السنين الضوئية فهيأثر التشتت في الموجات الطويلة اللي جاية من بعيد بدرجة كبيرة جدا وحيخليها توصل لنا بعد الموجات الأقصر بحوالي ثانية من هنا بقى جات فكرة إننا نرصد كتلة البريونات المفقودة عن طريق قياس تشتت الموجات الرديوية بعدها قدر العلماء ييسو كمية المادة البريونية اللي مرت خلالها الموجة دي لحد ما وصلت للأرض كده تقريبا وصلنا لحل نص اللغس طرق رصد المادة المفقودة النص الثاني كان عبارة عن إننا نعرف مصدر الموجات الرديوية وقتها كان لسه ما اتطورتش طرق الرصد والتلسكوبات في 2007 ولكن بعد 11 سنة وفي أخصص 2018 قدر العلماء من خلال مشروع تعاوني إنهم يستخدموا التلسكوب الرديوي التابع لوكالة البحث العلمي في أستراليا وقدروا يرصدوا به تدفق موجات رديوية للمرة الأولى بعد شهر واحد من تشغيله وبعدها استخدموا تلسكوب كيك في هواي عشان يحددوا مصدرها بالضبط ومصدر الموجات دي كان المجرة اللي هيظهر اسمها قدامك دلوقتي وبدأوا الحسابات لكن كانوا لسه محتاجين إنهم يرصدوا موجات رديوية تانية وفي يليو 2019 رصدوا موجات تانية وقدروا يقرنوا النتائج ويحسبوا نسبة الكتلة البريونية اللي هي 5% من الكتلة الكلية للكون والحقيقة إنه لسه كان العلماء مقدروش وقتها يحددوا مكان جميع البريونات المفقودة وكانوا عاوزين يوصلوا إنهم يرسموا خريطة للبريونات المفقودة ونرجع لإكتشافنا ولإشارة الراديو الضخمة اللي تم رصدها على بعد 8 مليار سنة دوقية والحقيقة إن الإشارة دي هي أقدم من آخر وأقدم إشارة تم رصدها قبل كده واللي كانت على بعد 5 مليار سنة وعلشان يقدر العلماء يرسموا خريطة للبريونات المفقودة في الكون أو الشبكة الكونية اللي توقعوها نظرياً كانوا بيستخدموا طريقتين الطريقة الأولى طريقة اسمها عادسة الجاذبية ودي طريقة تنبأ بيها نظرياً ألبرت أينشتاين سنة 1919 في نظرية النسبية العامة ومن خلال التقنية دي بيقدروا يقيسوا بيها مقدار أو مدى وجود المادة اللي بتشوه مسار الضوء اللي بيوصل لنا من المجرات البعيدة في الفضاء وده بسبب إنحناء الضوء بفعل الجاذبية بالتالي بيتغير اتجاه الضوء وده أشبه بتأثير العدسة والحقيقة ده مرتبط أكتر باندماج المجرات ببعضها وهو في الوقت الحالي حدث نادر لكن كان في بداية الكون حدث موجود وبكسرة وهو اللي شكل وكون المجرات الضخمة اللي موجودة في الكون والحقيقة إن العلماء تنبأوا بالحدث ده لمجرتنا ضرب التبانة مع مجرة المرأة المسلسلة الجار القريب لنا بعد حوالي 4 و 5 من 10 مليار سنة والاندماج الكامل بينهم متوقع يصل لـ 10 مليار سنة الشبكة الكونية هي الخلفية الكونية المايكروية كوزموك مايكرويف باكراوند أو اختصارا الـ CMP وهي عبارة عن توهج خافت من الضوء غير المرئي اللي مش بنقدر نشوفه بعيوننا ولكن بنرصده بالتلسكوبات وموجود وبيملع الكون بنفس الشدة من جميع الجهات وبرضو الإشعاع الوحيد المتبقي من وقت الانفجار العظيم أو بداية الكون من 13.18 مليار سنة وأقدم ضوء ممكن نرصده في الكون وضوء ده العلماء بيعتبروا كنز والشيء الوحيد اللي لسه أصاره موجودة من بداية الكون قبل تكون المجرات والكواكب بشكلها الحالي وبيعتبروه زي البصمة الأحفورية للأجسام الأولية اللي كانت موجودة في بداية الكون قبل ما يبقى الكون على شكله الحالي بارد ومظلم من خلاله بنقدر نعرف معلومات مهمة عن الكون منها أنه بيكشف عن مكان تكتل المادة في بداية الكون وإزاي المادة اتطورت مع مرور الوقت وهو أكيد هيبقى المفتاح لحل لغز المادة المفقودة في الكون والحقيقة أن العلماء استغلوا ده في البحث عن المادة المفقودة قبل كده وده عن طريق أنه فطونات الضوء الخاصة بالخلفية الكونية المايكروية بتتأثر بالمادة اللي بتقابلها أثناء سفرها عبر الكون بالتالي الفطونات لما بتعدي بين علاقية المجرات اللي هي مجموعة من المجرات بتخبط في الإلكترونات الحرة الموجودة في الغاز الساخن أو البلازمة والشبكة الكونية الموجودة بين المجرات طبعا ده لو كانت الفرضية دي صحيحة بعد كده طاقة الفطونات الخاصة بالخلفية الكونية المايكروية بتتغير طاقتها بشكل مميز وعشان إلكترونات الشبكة الكونية أكثر نشاطا بسبب سخونة الغاز الشديدة من فطونات الخلفية المايكروية التفاعل بينهم هيؤدي إلى انتشار الإلكترونات وطاقتها حد زيد والظاهرة دي تعرف باسم تأثير وإذا توزع وانتشر قدر كافي من الإلكترونات في الخلفية الكونية المنتشرة في كل مكان في الكون ده حيمكن العلماء إنهم يقيسوا التأثير ده على الشبكة الكونية ويعرفوا خصائص المادة المفقودة اللي مش قادرين نرصدها بشكل مباشر وبالفعل فريقين من العلماء درس كل فريق منهم مجموعة مختلفة من المجرات واحد من الفريقين دول كرر الإختبارات والحسابات في الدراسة على مليون زوج من مجرات والفريق الثاني درس 260 ألف زوج من المجرات والنتائج اللي توصلوا لها كانت متشابهة وأكدت على وجود الخيوط الغازية النظرية بين المجرات أو الشبكة الكونية وبالتالي وجود المادة البريونية المفقودة بينهم طيب هل في مصدر تاني ممكن نرصد منه التدفقات الراديوية السريعة دي غير المجرات البعيدة؟ النجم النابط الحقيقة إن في نوع من أنواع النجوم المميزة اسمه النجم النابط أو النجم الراديوي المالاتيسي أو فيما يعرف باسم النجم النايتروني نايترون ستار هو عبارة عن بقايا أو قشرة نجم ضخم انفجر أو مات بعد انتهاء فترة حياته والتفاعل النووي اللي بيحصل جواه بيكون بشكل مختلف بحيث إن الإلكترونات والبروتونات فيه بيتحدوا في نواة النجم وبيتكون النجم بالكامل من نيوترونات وبيكون كسيف جداً وهو من أكتر الأجسام كسافة في الكون وسرعة دورانه عليها جداً تقريباً بتوصل لسبعمائة لفة للنجم حوالي نفسه في الثانية الوحدة وده بيولد مجال مغناطيسي قوي جداً أكبر ملايين ومليارات المرات من المجال المغناطيسي للأرض بالتالي بيولد الموجات الرديوية على شكل نبضات دقيقة جداً وبتتكرر بشكل دوري وبتخرج الموجات ديت في منارات كونية عملاقة وبالتالي لما الموجات دي بتتحرك في الفضاء بتخبط في المادة وبتتغير ترددات الموجات اللي بتوصل لنا وبيحصل فرق في وصول الترددات العالية عن الترددات المخفضة وعن طريق الفرق ده بنقدر نقيس مقدار المادة اللي اتحركت خلالها الموجة في النهاية لغز المادة المفقودة مرتبط بشكل مباشر بإننا نفهم المجرات البعيدة وندرسها ونحلل الضوء اللي جاي منها بشكل صحيح لأنه بيتعرض في رحلته لينا بعوائق كتير زي التشتت وتشويه مصاره وإن مفتاح العصور على المادة المفقودة في الكون هو دراسة إشارات الموجات الراديوية القديمة اللي كانت في بدايات الكون ونرصد أكتر من عملية لاندماج المجرات علشان نوصل لرصد الشبكة الكونية بطريقة مباشرة أو حتى بطريقة غير مباشرة ولسه العلماء قدامهم طريق طويل ومحتاجين تقانيات أحدث علشان يقدروا يحلوا لغز المادة المفقودة لو لقينا البريونات المفقودة اللي تنبق بها العلماء من فترة طويلة حيكون اكتشاف مذهل ومثير وحيخلينا نسبة أن الفيزياء اللي نعرفها والطريقة اللي بيتشكل بها الكون وفهمنا للانفجار العظيم وتشكل المجرات والعلاقية النجمية مهم صحيح ومش غلط وإننا بنسير في الاتجاه الصحيح لفهم الكون من حوالينا بالطبع فهم أهم حاجة نقدر لنحظ المادة العادية واللي بتمثل 5% بس من الكون ولما نعرف نحل لغز المادة المفقودة في الكون هيبقى ووصلنا لمعرفة جزء صغير في الكون بيمثل النسبة البسيطة دي وده بيقول لنا أننا مهما عرفنا ووصلنا لحاجات كتيرة خلال السنين اللي فاتت فاحنا لسه بنحبو في طريق معرفتنا لخلق عظيم لخالق حكيم مقتدر لو عجبتكم الحلقة وما تنسوش الدعم باللايك اللي بيحفزنا وإشتراك في القناة لو لسه مش مشترك وبذكرك بدعم إخواتنا في فلسطين الحبيبة وأقل دعم ليهم هو الدعاء أن ربنا يرفع عنهم البلاء والمحنة الشديدة اللي بيعنوها وعلى وعد باللقاء في حلقة جديدة من انفس في الولاف معلوماتي تحياتي محمد فامي سليم سلام عليكم اشتركوا في القناة